كذا في كلمته الفتتاحية على أنه ليس هناك أي قرار حكومي أو قرار على مستوى وزارة التربية الوطنية من أجل إدماج الدارجة في التعليم ليس هناك أي قرار وأن الأمر محسون دستوريا باعتبار أن الدستورة واضح في أن اللغتين الرسميتين لبلادنا هما العربية والأمازيغية كما أن الرؤية كما أن القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه نص في المادة 32 منه بوضوح على التقيد بلغات التدريس المقررة دون غيرها من الاستعمالات اللغوية وهو نص صريح فالأمر واضح وليس فيه غبش وأنه ليس هناك خلاف بين رئيس الحكومة والوزير الوصي على القطاع وأنه إذا كان ما يقتضي إعادة النظر فسيتم باعتبار أن المقرارات تخضع للمراجعة سنويا ليؤكد سيد رئيس الحكومة على طمأنة المواطنات والمواطنين على أن الحكومة منكبة على هذا الورش ورش إصلاح التعليم في شموليته وأنها تنصت لردود فعلهم وتأخذها بعين الاعتبار فالمجتمع المغربي حي وتفاعل مع قضاياه مطلوب ولهذا أكد سيد رئيس الحكومة على توجيه التحية للمجتمع المغربي على تفاعله وفي نفس الوقت وهو يوجه هذه التحية للمجتمع المغربي يدعو إلى التثبث فيما ينشر خاصة وأن صور تتعلق بكتب ليست مقرارات دراسية معتمدة في بلادنا وبعضها هم دول أجنبية أخرى جارت رويجها ليؤكد على ضرورة التثبث فيما ينشر